لم يكن يعلم له سيربر الآخر غير اسم عنه موسى كان صيادا لا يختلف عن باقي الصيادين الذين يرتادون ذلك الشاطئ في حي عقوب المنصور وذات مساء أحس بشبكته تقيلة كانت بها جدة لم يكن أحد يتصور أن ذاك المساء سيكون موعدا فاصلا في حياته عم موسى نوان القصة عم موسى الصياد في الرباط على مسافة قريبة من قصر محجور يعود إلى القرن الثامن عشر على الشاطئ بحي عقوب المنصور يوجد مرفأ طبيعي حيث اعتاد الصيادون جيلا بعد جين على نصب شباكهم الصيادون في ذلك المرفأ الطبيعي يتعارفون ويتعاونون ولكن عم موسى الصياد الستيني كان رجلا صموطا كان ينزل إلى البحر وحين يظفر بسمكة أو سمكتين يجمع أدواته ويغادر يبيع ما حصل عليه ثم يأوي إلى الكوخين في حي النوائل المعروف بحي سحراوة مساء التأمين من ويوجد من العام 2012 كان عم موسى الصياد يجرر شبكته أحس بها تقيلة لم يقوى على سحبها استنجد من صيادين كانوا غير بعيد فلم يتأخروا في الوصول إليه ومساعدته على جر الشبك ولما أوصلوها إلى الشاطئ اكتشفوا بداخلها جدة بشري تم ربط الشبكة إلى صخرة بينما قام أحد الصيادين بالاتصال بالشرطة بعد وقت لم يطل حضر إلى المرفأ الطبيعي العميد رئيس الدائر العاشرة ثم وصلت سيارة للوقاية المدنية انتشرت الشبكة وأخرجت منها الجدة كانت جدة امرأة لم تعد للوجه ملامح واضح قد نالت منه الأسماك كان ذلك دليلا على أن الجدة ماكتت في البحر عدة أيام لم تكن عليها سوى ملابس السباح في المستوذر البلدي للأموات إلى حيث نقلت الجدة رجح الطبيب الشرعي أن تكون الجدة لامرأة في العقد الثالث وخلص إلى أنها ماتت غرقا انتقل إلى المشرحة أحد المتخصصين في التشخيص القضاء وتمكن بصعوبة من رفع بصمات الجدة في صباح اليوم التالي تم تحديد هوية الجدة تبين أنها لمرأة شابة من القنيطة أبلغ عن غرقها في شاطئ المهدية في فاتح من غشت سبعة أيام قبل اكتشاف الجدة أنها لعميد رئيس الدائر العاشرة للأمل الوطني تحرياته وكانت الخلاصة أن المرأة ماتت غرقا وختم المصطرة بتحرير محاضر استماع لكل الشهود الذين كانوا حاضرين حين اكتشفت الجدة في جبكة عمي موسى أنها لعميد رئيس الدائر العاشرة للأمل الوطني تحرياته وكانت الخلاصة أن المرأة ماتت غرقا وختم المصطرة بتحرير محاضر استماع لكل الشهود الذين كانوا حاضرين حين اكتشفت الجدة في شبكة عمي موسى وجه الملف إلى النيابة العامة ونسخنا من المحضر إلى الأرشيف مصلحة المحفوظات وهي مصلحة بمثابة العين التي لا تنام والدماغ الذي لا يناله اختلال ولا نسيان هناك يتم حفظ الملفات اعتمادا عن الهوية الكاملة للشخص الذي يرد ذكره في المحضر بيد أن جددية الشخص القضائي ترتكز على البصامات والقياسات البيولوجية لتحديد هوية الشخص وهي التي تشتمل على سوابق الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم جنائي بينما الأشخاص المبحوث عنهم والذين لا تتوفر مصالح الأمن على بصامتهم فيتم البحث عنهم عن طريق الهوية لما توصل المسؤول عن الأرشيف في أمن الرباط بملف في الغريقة بدأ في إعداد جدادة لكل واحد من الشهود الذين وردت أسماؤهم في الملف الوارد من الدائر العاشرة للأمن الوطني عندما وصل إلى الجدادة الخاصة بعم موسى فوجئ بوجود جدادة خاصة به محفوظة ضمن المبحوث عنهم كان الرجل مطلوبا من أجل جريمة قتل ارتكبها قبل 16 عاما في مدينة أغادير كانت مذكرة البحث قد عممت على كل مراكز الشرطة بادر الموظف بإبلاغه مكتب المشر وتحرك الجهاز لإلقاء القبض على الرجل المطلوب قصد نقله إلى أغادير لم يكن صعبا الوصول إلى عم موسى الصياد انتقل العميد المختار البغالي رئيس الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بضباط إلى كوخه في حي النويل لم يبدي عم موسى أي مقاومة استسلم كان الستيني يبدو في لحظة اعتقاله وهو يستقبل لحظة كان ينتظرها كان حملا تقينا ذلك السر الذي ظل يحمله بداخله 16 عاما وهو يعلم أن لا أحدا من سكان حي النويل سيسأل عنه فقد استقر في ذلك الكوخ الذي كان لأحد أقربائه مباشرة بعد أن وصل إلى الرباط هاربا من أغادير كان قريبه الذي أواه قد توفي بعد بضعة أشهر من وصول موسى الذي ماذا بتأنداب بين الصيادين بعد 24 ساعة من القبض عليه مثل عم نوسى أمام رئيس الفرقة الجنائية الأولى في أغادير فجاءه أن عامله العميد برطف ويستر له السبيل ودليم كل ما لديه في قضية القتل التي راح ضحيتها في 13 أبريل من عام 1996 التاري المعروف في أغادير بعمر الشنقيطي كان ذلك في حي تالورت في صيحته قال عم موسى الرقيق أنه يعمل سائقا لذا عمر الشنقيطي وأنه لاحظ أن الرجل التاري كان يعامل زوجته بقساوة كان يعاقبها بهجرها أسابيعا وشهور فقط لأنها لم تنجب بل إنه كان ليتوانى في ضربها وكان لكل الذين يعملون عنده يكرهونه بسبب سلوكه داك كانت زوجة الرجل التاري تحس بالإهانة وقد صار موسى الرقيق السائق الأقرب إليها كانت تؤمن على بعض أسرارها في جملة ذلك أنها طلبت من هدى تمرت أن يبحث عن فقيه متمكن يكتب لها حرزا وحجابا يوقيها بطش الشنقيطي وقد بلغ ذلك إلى علم الشنقيطي أبلغته إحدى الخادمات كان يتخذها عينا له في البيت حين يغيب كانت العلاقة قد تطورت بين موسى وزوجة الشنقيطي وارتقت إلى درجة الحميمية يقول موسى إن الشنقيطي خط طريقة له جاء ذات ليلة سكرانا تاملا كان يحاول الإمساك به تدافع إلى أن وصل شرفة الطابق الثالث كان الشنقيطي يترنح وهو يصرخ وكان موسى يحاول إبعاده ثم في نحطة إن دفع الشنقيطي متراجعا وتخطى الحاجز الحديدي وهوى مات على الفور حكى موسى كيف وصل إلى حي عقوب المصور في الرباط كان بين يدي العميد ملث ضمن ما جاء فيه أن موسى كان يقيم علاقة حميمية مع زوجته الشنقيطي كانت قضية ضارها التقادل وهو ما جعل الباحث لا يتوقف طويلا عند أسباب ودواعي القدل أتم الإجراءات وأحاله على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف حيث أصدر نائب وكيل العام لملتمسا للتحقيق أتم الإجراءات وأحاله على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف حيث أصدر نائب الوكيل العام ملتمسا للتحقيق وترك زمام المبادرة للقاضي المكلف بالبحث ما أن مثل موسى أمام القاضي وتحقق من هويته حتى وجه إليه تهمس القتل العمد وقد تم انتداب محام للدفاع عنه ضمن المساعدة القضائية في ذلك اليوم نقل موسى إلى السجن ودخل زنزالة كان بها محكوم عليه في جرائم قتل قالوا له إن الحكم الذي ينتظره لن يقل عن حكم بالسجن عشرين عاما خلال الليالي الثالثة التي أنضاها في السجن كانت تلازمه كل ليلة ذكريات ما كان بينه ومرأة الشنقيطي كان يذكر رحضة غادرها كان الشنقيطي ملقا على الأرض في الشارع قال لها وهو يهم بالفرار أن تدعي أنها حاولت الدفاع عن زوجها وإنقاذه لكن المعتدي كان أقوى صبح اليوم الرابع نودي عليه نقل إلى المحكمة حيث كان له موعد مع قاضي التحقيق لم يكن يعلم أن الجلسة مخصصة للمواجهة مع أرملة القتيل لم يكن يعلم أنه نودي على المرأة لم يتعرف عليها في البدء سألها القاضي إن كانت تريد المطالبة بالحق المدني ردت بأنها لا تريد العودة إلى الماضي حين كانت تغادر المكتب القاضي ألقت على موسى بنظرة فيها كبرياء ظل أنها نسيته وما إن غادرت مكتب القاضي حتى حل به نقيب المحامين أبلغ القاضي بأنه جاء للدفاع عن موسى الرقيق وأنه يطالب بصراحه ولو بكفالة لم يعد موسى يعي حقيقة ما يجري من حوله خاصة لما وافق القاضي على إخلال سبيله بكفالة قدرها خمسون ألف درحة التزم الصمت ثم بعد حين أخرج من مكتب القاضي واقتهى أبلغاه المحامي الكهل بأن إجراءات الإفراج عنه ستتم في السجن وكذلك كان لما تمت تلك الإجراءات وأخلي سبيله كان ينتظره بالباب شاب دون العشرين سنة كان آنيقا ملبس وكان معه سائق طلب منه أن يرافقه وفقد نتردد في النهاية لم يكن لديه ما يخسره هذا هو الشاب إلى محل الملابس الجاهزة اشترى له بدلة كاملة ثم انتقل به إلى حمام وأوصى به خيرا لما غادر الحمام عرجا على حلاق كان شخصا آخرا لما نقلته السيارة إلى إحدى البلات كان ينقاذ طيعا لا يسأل إلى أن ادخل صارونا كانت به عاشقة أرملة الشنقيطي ظنى أنه في حلم أبلغته أن القضية طالع التقادم أبلغته أن الذي رافقه من السجن إلى البيت إنما هو ولده منها علم أنها بحثت عنه في كل مكان بلا جدوى وأن الولد كان من حال بينها وسعي أشقاء الشنقيطي إلى مقاسمتها ما ورثت عنه في تلك الأثناء دخل الصالون ذلك الشاب ودون مقدمات ارتبى في حضن موسى ناداغ بواظا لم يكن قد سمعها من قبل في تلك الليلة اتفق على عقد قرانهما وشكرا على حسن المتابعة وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر